وقالوا لماذا تحكم الرجال والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله ولذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهة قالوا إنه حكم الرجال فقال أليس الله حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أليس الله حكم الرجال وحكم الرجال في قضية النشوز حكم الرجال وإن امرأة خابت انبع لها نشوزا أو إعراضا في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله حكم الرجال فتحكيم علي للرجال هم من هذا القبيل نعم